حاملا معه خيبة جينيف اتجه المبعوث الاممي مارتين غريف إلى صنعاء في زيارة هي الأولى بعد فشل انعقاد المشاورات الأخيرة بسبب غياب ميليشيا الحوثي الغياب الذي فسر من قبل مبعوث الدولي لتعذر وصول وفد صنعاء ومن قبل الشرعية كرفض متعمد من الميليشيا استجابة لتوجيهات حزب الله اللوناني نتائج الحوار بين المبعوث الدولي وميليشيا الحوثي لم تتضح بعد لكن مصادر مقربة قالت ان مارتين قدم ملخصا لمشاوراته مع وفد الشرعية في جينيف الثالثة وهي المشاورات التي دارت من طرف واحد وادت إلى تأزم العلاقة بين اليمن والأمم المتحدة وسائل اعلامية تابعة لميليشيا الحوثي اكدت توصلها لاتفاق مع الأمم المتحدة يفضي إلى السيناف فتح خط جوي خاص بنقل الجرحة لتلقي العلاج ابتداء من الثامن عشر من سبتمبر الجاري ولم يعرف بعد موقف الحكومة والتحالف خصوصا في ظل تخوفات من استثمار الرحلات الجوية في أعمال عسكرية وسياسية لصالح الحوثي الزيارة الأممية تزامنت مع تصعيد عسكري في الحديدة التي شهدت تقدما منحوظا لقوات العمالقة شرق المدينة على خط ستة عشر القاطع بين صنعاء والحديدة وهي المواجهات التي يرى مراقبون أنها سرعت من خطوات الأمم المتحدة إلى صنعاء لتفادي دخول المدينة في أوتون الحرب فيما يبدو فإن المشاورات السياسية في اليمن لن تخرج عن دائرتها المفرغة التي تدور فيها الأمم المتحدة بعيدا عن تنفيذ القرارات الدولية برأي محللين في الوقت الذي تتسيع فيه خارطة المأساة الإنسانية مخلفة كوارث جديدة وضحايا جدد